الأمل في حياة أفضل ورفع الظلم عن كثر في العالم هو ما تعمل مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية على بنائه بعد أن قرر أغنى رجل في العالم تسخير ثروة الطائلة التي جناها من حقل البرمجيات والتكنولوجيا لصالح الأعمال الخيرية الفكرة التي راودت جيتس وصديقه بول ألن منذ أربعة عقود بتغيير عمل البشر عبر إقحام أجهزة الكمبيوتر درت عليه أرباحا طائلة وجعلت منه صاحب شركة عملاقة في عالم البرمجيات هذا الرهان دفع بي جيتس إلى توسيع أفق طموحاته بدمج ما حققه من نجاح وأموال وعلم في خدمة الإنسانية بل وتمكين الفئات المعوزة من التمتع بإنجازاته الدول الإسلامية شريك أساسي في أعمال مؤسسة جيتس الذي أشاد في أحد حواراته بالدور الفعال للدول الإسلامية في مساعدته على تطوير أنشطة المؤسسة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها بأكثر عدد ممكن فقد تلقى مساعدات سخية من العديد من الدول الإسلامية المتبرعون الأكثر كرما هم المسلمون يتبعون تعاليم دينهم بتقديم الزكاة ولديهم رغبة في المساعدة تعاون بناء كذلك قدمته إمارة دبي والعاصمة الإماراتية أبوظبي التي شاركت إضافة إلى الأموال بجهود تتعلق بتسخير علاقاتها لبلوغ أماكن ما كانوا بالغيها لو لا تعاونهم أبوظبي بشكل خاص كانت سندا في مواجهة شلل الأطفال وبالإضافة إلى المساعدة المادية سخرت علاقاتها لمساعدتنا على الوصول إلى أماكن نائية التنسيق عال جدا بين مؤسسة جايتس الخيرية وهذه الدول لمجابهة التحديات ومتنوع كالتحقق من الأمن الغذائي للفقراء والعمل على تحسين نوعية الحياة للإنسانية جمعا وليس لجماعات ذات أعراق وأثنيات وقوميات بعينها دون الأخرى يمنى جلاسي العربية